ربع قرن من عمر الزمان لن تمح من الذاكرة هذا المشهد الخالد الذي عكس أن ذاك إصرار وعزيمة القيادة الكويتية على بث الروح من جديد في التعليم الشريان الأول لنهضة الأمم وتقدمها ففي مثل هذا اليوم من العام 91 أعاد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح إقاد شعلة العلم معلنا استعادة التعليم في الكويت عافيته ونهوضه من تحت أنقاض الغزو العراقي الغاشم في زمن قياسي لم يتجاوز سبعة أشهر فصلت بين تحرير البلاد وعودة الطلبة إلى مدارسهم من جديد كانت البلد للتو خارج من محنة كبيرة قاسة شعب الكويتي محنة الاحتلال على أرض الكويت وكانت جميع المباني خاصة المدارس في تلك الفترة والجامعات كانت محطمة مهدمة منهوبة مسروقة توقعنا أن العودة للمدارس ستكون في فترة سنة أو سنتين ستتأخر فيها لكن بعزمة وإصرار حكومتنا في تلك الفترة وإيقاد شعلة العلم في هذه الفترة في فترة وجيزة ما بعد التحرير قرابة يعني التحرير كان في شهر اثنين إطلاق أول عام دراسي بعد تحرير البلاد من براثن غزو غاشم نهب ودمر كل المقدرات والمؤسسات عكس قدرة رهيبة لدى الشعب الكويتي وحكومته على الشفاء السريع وأكد أن الدول باقية ببقاء العلم نورا يضيء قلوب وعقول أبنائها لما دخلنا المدارس كانت مدمرة فالحكومة شون تعيد تأهيل المدارس كانت مشكلة يعني كان عندها خطة أن تعيد تأهيل المدارس المدارس اللي اشتغلت كانت موجودة واللي موجودة فيها وكان على طول تجهيزهم بالأثاث تجهيز بالكتب تجهيز المرافق المدارس المدمرة كانوا يبدأوا وبدأوا فيها يجهزونها شوي شوي اشتغلت المدارس اللي كانت تقدر تشتغل وبعدين المدارس اللي عليها شوي يعني كان فيها تدمير خذت وقت عما ردوا يشغلونها شعلة النهوض بالتعليم أوقدها أمير القلوب الراحل قبل ربع قرن من الآن لتبقى سراجا ينير دروب التطور والتقدم فنهضة الدول تقاس بنهضة التعليم فيها